ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله إدانة المتهمة من أجل ما نسب إليه بعد إعادة تكييف أفعال الإيداء العمد بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى القتل الخطأ طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها الف درهم والصائر والإجبار في الأدنى المعطيات ذاتها أكدت أن المحكمة قررت عدم مؤخدة المتهمين الأربعة بما نسب إليهم والحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم على خلفية مقتل الشاب أمين شاريز